التقى الأمين العام للمجلس المحلي بأبيا مهدي محمد الحامد مدراء عموم مديريات ممودية ولودر والوضيع ومديراء مكتب النقل والموارد المالية في المحافظة ورسل اللقاء لمناقشة تفعيل وتحسين تحصيل الموارد المالية الخاصة بالنقل ووضع المعالجات للاختلالات التي صاحبت عملية تحصيل الرسوم المحددة على النقل بكافة أنواعها ووقف الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة أحمد جيرفوش أمام الإشكالات والعوائق التي تحد من عملية التحصيل والعمل على تلافيها ووضع آلية موحدة لتحصيل الرسوم المالية المقررة على النقل لصالح السلطات المحلية في المديريات الثلاث وبما يضمن تحقيق نسبة أعلى من الإرادات والعمل